نروح لموقع ترانسفير ماركت الحقيقة ده واحد من المواقع العالمية المختصة في تحديد أسعار لعاب كرة القدم الموقع ده صار نشر تشكيلة لأغلى لعاب السحرة المستديرة في الوقت الحالي تشكيلة من 11 لعب بتصل تقريباً قيمتهم السوقية مع بعض تقريباً لحوالي مليار جنيه استرليني على رأس التشكيلة دي جي مهاجب نادي باريس سان جرمان كيليان إمبابي اللي بيتصدر حالياً القايمة كأغلى لعب كرة قدم موجود على الساحة بقيمة بتصل 162 مليون جنيه استرليني دميلو في نفس الفريق البرازيلي طبعاً نمار واحد من أكتر اللعيبة الممتعة في الجيل الحالي بتقدر قيمته حالياً بحوالي 115 مليون استرليني القايمة كان فيها طبعاً نجمينة المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفر بول وعلى رغم من قفاض قيمته من 108 مليون استرليني لتسعة وتسعين إلا أنه ظل ضمن أغلى تشكيلة موجودة على سطح الكوكب في الوقت الحالي في حرص المارمى كان موجود السوفيني يان أوبلاك حارس مارمى أتليتكو مادريد وقيمته 81 مليون استرليني في خط الدفاع أليكساندر أرنلد المدافع الأيمن لليفر بول وقيمته حوالي 90 مليون جنيه استرليني ألفونسو ديفيز من باير ميونيك طبعاً الجناح الكندي الرائع ب67 مليون استرليني الهولندي ماتياس ديليخت ليوفينتس ب67 مليون استرليني البرتغالي روبين دياز من شستر سيتي 63 مليون استرليني 63 استرليني جوشواء كيمتش طبعاً من باير ميونيك ب81 مليون جنيه استرليني والبرتغالي برونو فرنانداش اللعب من شستر يونيتد بقيمة 81 مليون استرليني والبلجيكي كيفين دي براين من شستر سيتي برضو بقيمة 90 مليون جنيه استرلين كل اللي يهمنا في الأرقام دي أن صلاح موجود فيها دي أهم حاجة بالنسبة لما بشوف طبعاً صلاح موجود ده شيء طبعاً كويس جداً بس دايماً لما بشوف القوائم بالنوع ده بشوف أن أنا ممكن أعمل تشكيلة لا تقل قوة دايماً على طول في موضوع المقارنات ده تشكيلة لا تقل قوة ممكن تكون قيمتها السوقية لا تتعدى نفس قيمة المبلغ ده مين مثلاً؟ لو عندي وقت كنت قلت لك مين ده بس فيه لعيبة كتير جداً ممكن الحقيقة أنها تكون أقوى حتى من الأسماء دي لا خلي بالك أصل الموضوع موضوع القيمة التسويقية ده لي علاقة بالسن برضو كمان أو أنت كل ما اللعيب يبقى سنه أصغر بيبقى سعره أعلى زي نايمار بس أنا بقول لك مثلا أنا ممكن أعمل بأسماء تانية فرقة ممكن تكون بنفس قوة في النهاية بكلم كورة سيبك من أرقام أنا ممكن أعمل فرقة تانية بنفس قوة الفرقة دي لما تيجي تشوفي قيمتهم السوقية تلاقيها لا تتخطى نص المليار السريني اللي احنا نتكلم عنه